بما ان في بصيص من الامل في الافلام المصرية في عيد الاطحى فعملتلكوا قيمة باهم الافلام اللي هتنزل في العيد بشكل رسمي واكيد هقولك رأيي وانطباعي عن كل فيلم فلو دي اول مرة تشوفني نورتني يا معلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة دوسع الجرس الصغير اللي جنبه لان احصائيات القناة بتقول ان 85% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناة بقى ليومين حزين بسبب الموضوع ده بصراحة كل زنة وانتو طيبين اول حاجة عيد سعيد اتمنى كلكوا تكونوا بخير انا علي اسماعيل نوناز موفي هاصلر ويلا بينا نخش على اول فيلم معنا نبدأ برجوع كريم عبدالعزيز بفيلم كوميدي جديد من اخراج بيتر ميمي انا بحب كريم عبدالعزيز جدا بشوف ان هو ايوة من جيل هينيدي واحمد حلمي ومحمد سعد ولكن هو الوحيد منهم اللي لسه بيعمل افلام تبسطة ما نقدرش نقوله ان هو انتهى اخر فيلم ليه كان فيلم كيرا والجن وبالنسبة لي كان موردي جدا النص الاول بس يمكن النهاية هي اللي اتكارويتت شوية فيلم بيتر روبي هو فيلم لايت كوميدي قصته بسيطة جدا مش محتاجة شرح كتير بصراحة يا بتتكلم عن الجانب السيء للسوشيال ميديا يمكن من الاسباب اللي مخلياني مش متفائل للفيلم ده هي قصته عارف لما الفيلم تبقى قصته بسيطة جدا لدرجة ان انت مهما حطيت في الفيلم ممثل قوي فمش هيقدر ان هو يشيل الفيلم الوحد الفيلم هيجمع ممثلين كتير عندنا كريم محمود عبدالعزيز وطارعماد ومحمد عبدالرحمن وكمان في ظهور لمونة الشازلي عندنا شريف الدسوقي وحتم صلاح وصار عبدالرحمن بصراحة انا خايف من الفيلم ده لان الاعلان ما كانش احسن حاجة الكوميديا اللي فيه طقل ايدية ما شفتش حاجة جديدة الكوميديا اللي كانت في الفيلم كانتها كلها من الفيسبوك بشوفها كل يوم في بوست شكل بس خلينا ما نسبقش الاحداث ونستنى نشوف الفيلم يمكن الاعلان هو اللي مش مبين لنا الحاجات الايجابية الموجودة نروح للفيلم التاني معانا هو الوحيد في القايمة دي اللي مش مصري بصراحة كنت عايز اتكلم عليه فما لقيتش مناسبة يعني فخلونا نتكلم عن فيلم انديانا جونز and the dial of destiny جزء جديد من السلسلة والمرة دي انديانا جونز في مغامرة جديدة مع بنته هيلينة في مواجهة راجل خطير اسمه فولر الفيلم من اخراج جيمس مانجولد واكيد من بطولة هاريسون فورت وبيقوم بدور الشخصية الشريرة في الفيلم والممثل مادس ميكلسون اكيد لو بتحب السلسلة هتروح تتفرج على الفيلم بس السؤال هنا هل بيتم حال بالسلسلة ولا لا اتمنى ان ده ما يحصلش على القل الجزء ده ما يكونش هو اسوأ جزء في السلسلة كلها فالفيلم ده ريسك نوعا ما هل تشوف ولا لا ونروح للفيلم التالت ونرجع للافلام المصرية معانا فيلم مستر اكس اعلان الفيلم ده انا شوفته في السينما لما كنت متفرج على فيلم ذا فلاش وحقيقي انا اضحكت كذا مر مستر اكس من اخراج احمد عبدالوهاب ومن بطولة احمد فهم فيلم كوميدي رومانسي نوعا ما عن قصة حب بتحصل بين رجل عصابات وبين محامية فبيحاول ان هو يحميها بقى من شغله ومن كل الخطر اللي هيقابلها الفيلم فين جوم كتير زي بايومي فؤاد وهنا الزاهد ورحاب الجمل ومحمود حافز وقسقس وصبري فواز ومصطفى خاطر ومحمد انور اعلان الفيلم عجبني جدا الكوميديا اللي فيه مختلفة عن باقي الافلام اللي نازلها ولو ان المنافسة هتكون صعبة جدا على احمد فهمي قدام فيلم كريم عبدالعزيز بس مع كل الاحترام لكريم عبدالعزيز لو فيلمه ما كانش على قد التوقعات فانا شايف ان احمد فهمي ممكن يسرق منه الاجوار كمان محمد انور اللي موجود في الفيلم بيقول ان فيه عدد كبير من النجوم وكمان ضيوف الشرع مش بس الممثلين اللي ظهروا في الاعلان وبيقول ان الفيلم مش مجرد فيلم عيد هينزل هو من الافلام اللي بتعيش ونادر وصعب يتكرر تاني انا عمال اقول تصريحه بصراحة وانا مش مصدقه حسيت اككبرت الموضوع شوية على فيلم كوميدي نازل في العيد نخش على الفيلم الرابع وامير كرارة بعد اربع سنين غياب عن السينما من فيلمه كذابلانكا الاخير بيرجع لنا السنة دي ببطولة فيلم جديد اسمه البعبع فيلم جديد ومختلف على امير كرارة وتصنيفه لايت كوميدي بيقوم بدور شخصية مجرم اسمه سلطان بيتوب بس بتقابله بقى مشاكل كتير في حياته الفيلم من اخراج حسين المنباوي وفي نجوم كتير في الفيلم منهم بسم صمرة وياسمين صبري وعباس ابو الحسن ومحمد عبد الرحمن ونجوم تانيين وبالمناسبة فمخرج الفيلم هو نفسه مخرج مسلسل سوق الكنتو اللي شفته بصراحة ما نجحش في اي شيء غير الازياء والديكور غير كده المسلسل كان فقير دراميا ما فيوش خطوط احداث كتير بس بوستر الفيلم بصراحة انا حاسس ان انا شفته في مئة مرة قبل كده يعني من النظرة الاولى كده للبوستر افتكرت فيلم فري جاي لرايان رينالز بس ما علينا يعني من الموضوع ده فخلينا نشوف والفيلم الخامس معنا بنشوف ياسمين صبري فيلم جديد وهو فيلم ابو نسب وهو تالت فيلم ليها مع محمد امام بعد فيلم جحيم في الهند وليلة هناصره فيلم من تأليف ايمن وطار اللي عنده افلام كتير قبل كده زي فضل ونعمة ونادي الرجال السري والبعض اللي يذهب للمأزوم مرتين انا شايف ان الفيلم ده مش متسوق له كويس مش شايف حد بيتكلم عنه بصراحة وبيني وبينكو كده يعني انا غالبا مش هتفرج على الفيلم ده في اسباب كتير يعني تخليني ما تحمس ان انا خش اي فيلم مصر في العيب فخلينا نكمل بقى الافلام قبل ما نروح للفيلم السادس ويمكن هو الاشهر في القيمة الفترة الاخيرة لو لسه مش مشترك في القناة فخلينا بقى نوصل 60 الف سبسكرايب واعمل لايك للفيديو كده وروق عليه عشان دلوقتي دخلين على اخناق كنت هكلمكو عن فيلم عزيرو لمحمد رمضان ولكن الفيلم خرج من سباق العيب فخلاص بما انه هو هيتأخر مش هنتكلم عنه دلوقتي نخش بقى على الفيلم الاشهر واللي عامل قلق اليومين اللي فات فيلم تامر حسن الجديد تاج اول سوبر هيرو مصري ده على كلامهم يعني لكن احنا عارفين ان الرجل العناب هو رقم واحد لو في جاستس ليك بقى عملوها في مصر لازم يحط الرجل العناب معاوه لازم يبقى ليه وضعه كده فاهم اظن اغلبنا شاف الاعلان واللقطة الاولى لتامر حسني وهو بيأكل كشري كده ما بقاش ديت بول يعني ولا ايه انت اقول لي بتخلوا الناس تقارن بين الافلام المصرية والاجنبي لان حرفيا في شبه كبير يعني انت كده لما غيرتلي الاكل بتاع ديت بول او ايا كان وحطتلي كشري انا كده ما عرفتش فيلم تاج تصنيفه كوميدي بس بما ان هو فيلم سوبر هيرو فا اكيد هيكون فيه اكش الفيلم من بطول التامر حسني اكيد يعني مش محتاجه وبايوم وفقاد وساندي وانجوم تانين وبصراحة لو الفيلم ده يعني كما احتوط له ميزانية كبيرة متنفذ بجودة عالية يعني كنت شايف ان هم محتاجين ممثلين اقوى من كده مع تامر حسني لان انت كده حرفيا مديني صورة ان الفيلم نزل في العيد يلم فلوس ويخلق حتى البوستر اللي نزل للفيلم من يومين من اسوأ البوسترات اللي انا شفتها في حاجة بقى دي الوان فيلم سوبر هيرو او حتى وضعية التصوير البداية يعني مفاش اي تجديد او هوية للبطل الخارج ده غير ان هو واقف شايل عربية انا مش متفائل باثنين جنيه بصراحة مش هكذب عليه نروح للفيلم السابع معانا وفيلم من اخراج عمر سلامة ولحد وقت تصوير الفيديو انا مش متأكد رسميا هل الفيلم نزل في العيد ولا هيتأجل فيلم شماريخ من بطولة اسر ياسين وامينة خليل وخالد الصاوي ومعاهم ادهم الشرقاوي وفي ظهور للممثل مصطفى درويش الله يرحمه تصنيف الفيلم درامي اكشن واتوقع ان هو هيكون مختلف عن باقي كل الافلام اللي اتكلمنا عليها اللي اغلبها كوميدي او كلها تقريب عمتا في العيد قليلما بنشوف فيلم نازل بياخد الريسك وبيكون تصنيفه مش كوميدي لان في موسم العيد ده تحديدا بيبقى اللي خارج من امتحانات واليواخد اجازة من الشغل فكله حرفيا داخل السينما عايز يفسر احلامنا بسيطة والله نخش السينما نتفرج على فيلم مصري فعلا يدحكنا الافلام المصرية اللي فيها كوميديا تدحكك فعلا بقى المنوعات المنوعات يا صاحب المهم ان فيلم شماريخ متوقع نزله في العيد بس الحد دلوقتي امفيش خبر راتي طب انت دلوقتي هتسألني لو انا معايا تذكرة واحدة بس اخش اتفرج على الاني فيلم طبعا انا مش محتاجة اقولك انها كلها ازواء وقراء واجهة نظر كده كده دي حاجة اساسية يعني مش محتاجة اقولها بس انا تقريبا قلتها فخلاص مش اقولها تاني بس بما ان هي قناتي فتعالوا امرز سلطة شوية لو فيلم شماريخ نزل فقالها خاطر واخش اتفرج عليه ولكن الفيلم ممكن ما ينزلش فساعتها هلجأ لفيلمين او ثلاثة قريب فيلم بيتو الروبي لان بصراحة بحب كريم عبدالعزيز وفيلم مستر اكس لان من الاعلان شجعني جدا ومتوقع ان الكوميديا اللي فيها تبقى لذيذ والفيلم التالت بقى انا مش هشوفه عشان هو هيبقى جامد لا انا بس عايز اعرف الفكرة هتتنفز ازاي هل هتتنفز بشكل كوميدي وفكرة مختلفة ولا عبارة عن الفيهات متعادة ومتكررة ارتامر حسن ففيلم تاك هيكون خيار بس مش لكل الناس لان انت ممكن تندم بعد ما تشوف الفيلم عادي بالنسبة بقى للفيلم الاجنبي الغالبان الوحيد اللي معانه في القيمة وفيلم انديانا جونز انا هشوفه بس بعد زحمة العيد بقى موسم ما قدرش اقول ان هو قوي ولكن فيه يعني بصيص من الامر فما قدمناش غير ان احنا نستنى ونحكو وبكده مش باقى غير حاجة واحدة تقولي اكتر فيلم انت متحمس تتفرج عليه في السينما وسؤال الفيديو بقى ايه هو افضل فيلم شفتوه نزل في موسم عيد مستنى رأيكو تحت في كومنت خلونا نتناقش ولو وصلت الحد هنا حب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا لو دي كانت اول مرة تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناة دوسع الجرس الصغير اللي جنبه انا علي اسماعيل نوناز موفي هاصلر ما تنساش تعملي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك بنزل هناك محتوى بشكل يومي محتوى حلو بسمسي اشوفكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد مع السلامة